حراست المرمى محمد الشناوي علي لطفي مصطفى الشبير خط الدفاع ايمن اشرف محمود متولي محمد عبد المنعم علي معلول محمد هاني اكرم توفيق كريم فؤاد خط الوسط حمد فاتحي اليو ديانج عمر السليع محمد مجدي افشا حسين الشحات احمد عبدالقادر برونو صافيو طاهر محمد طاهر وفي خط الهجوم محمد شريف حسام حسن وشادي حسين ده بالنسبة للنادي الاهلي بالنسبة لقائمة النادي الاسماعيلي تحت قيادة طبعا كارلوس جاريدو المدير الفني الجديد تواجد طبعا صفقات جديدة زي حمد النقاز ومحمد حسن وصالح جمعة وباسم مرسي والمحترف كوليبالي قائمة كالاتي حراسة المرمى محمد فوزي احمد عدل عبد المنعم خط الدفاع بهر المحمدي محمد هاشب اياد العسقلاني مصطفى فارس حمد النقاز احمد محسن ومحمد دسوقي واسط الملعب محمد حسن محمد بيومي عمر الوحش صالح جمعة احمد مدبولي وفي الهجوم محمد الشامي محمود الشبراوي عبد الرحمن مجدي باسم مرسي عبد القادر كوليبالي وحازم مرسي ده بالنسبة النادي الاسماعيلي يلا نروح بقى طبعا ده مران النادي الاسماعيلي وفقرات من هذا المران طبعا جريده يعلم طبعا قوة النادي الاهلي الراجل اشتغل وعارف وبالتالي مؤكد الاسماعيلي بكرة هيبقى بيلعب قدام الاهلي وهو على علم بقدرات النادي الاهلي من خلال جريده باعتبرات طبعا جريده كان مدرب سابق وبالتالي هيحط ايده تماما على نقاط القوة والضعف انه وجدت ومن تم بنتوقع مباراة قوية جدا 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 من جانب الفريقين طيب نروح بقى للنادي الزمالك استعداداته غدا ان شاء الله لمباراته ايضا مرتقبة امام السبوع خلي بالكم البدايات بتفرق اه اي نعم ما هيش مؤشر لكن بتفرق في المعنويات فرقة لما بتكسب تاخد ثلاث نقاط بتعدي يعني شوف النهاردة مثلا خالد جلال كان كسبان واحد سفر مع فرق وفي الديئة الرابعة من الوقت بدل ضايع يتسبب ابو جبل في ضرب جزاء ملاش اي معنى عشان يطير منه بدل ما ياخد ثلاث نقاط ياخد نقطة واحدة ده امر محزن للغاية ومحبط لكن الدوري طويل يعني